أعلن الجيش المصري مقتل 89 إرهابيا في مناطق العمليات في شمال سيناء وأوضح أنه تم ضبط أسلحة متنوعة بالإضافة إلى جهاز كومبيوتر محمول وعدد من الهواتف وكذلك مبالغ مالية وأضف أن قواته نجحت باكتشاف وتدمير 400 وأربع بوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وأربع أحزم ناسفة فضلا عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية و 52 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية